كاميرات الضبط المروري الجديدة رصدت نحو 33 ألف مخالفة منذ بداية التشغيل الفعلي لها في 16 يوليو العام الماضي وفقا لما أعلنه وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور بالإنابة اللواء فهد لشويع والذي قال إنه تم إبعاد 915 شخصا وحدز أكثر من 50 ألف مركبة خلال العام الماضي وأكد اللواء لشوي أن كاميرات الضبط المروري تتميز بتقنية عالية لتصوير المركبات المخالفة على الطريق من أي زاوية موضح أن تفعيل هذه الكاميرات لا يستهدف تسجيل المخالفة بقدر ما هي رادعة لأي أعمال استهتار ورعون على الطريق وتوعد بالمزيد من الإجراءات الرادعة لمخالفي قانون المرورة أو حماية للأرواح والممتلكات